اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المستشار الجماعي او بدور المجلس ان العامل في الصيغة دياله اللي اعطي القيمة المجلس تقول اتخاذ تدابير الدراسة واتخاذ تدابير لازمة الا انها جازت لك اجب تصنطل عروض وصابي ما تاخده لا تدابير لوالو وهذا فيه ضرب العامل ديال العود وديال المجلس ديال سيدي بنيوت اللي تقرر في هذه الدورة انه كيف لحظته كانت نقاش نقاش قانوني على ان قانونية الدورة انه لا يمكن ان تنعاقيد بهذه الطريقة بهذه الصيغة اللي جات بها هي فارتأى المجلس انه يقرر بالاجماع انه يرفع الجلسة الى وقت اللاحق وتقرر يوم الخامس المقبل على اساس انها تحضر رئيسة وحضر تسييد العامل للدفاع عن النقاط التي اقترح اذا اولي وقفنا لها في هذا اليوم هذا الى كان كل شي ضدها معناه خاصة بشي في حالة الى كان كل شي ضدها لا هذا مجلس فيه مجلس حي تيناقش تيناقش النقاط كين ارى مختلفة يجبون تسمع الجميع وتاخد طريق اللي غد يكون ارضي عليها الجميع لا يمكن ان تسير المجلس بالطريقة العشوائية اللي غدى بها وهذا هو المشكلة دينا مشكلة كيف قلتها هنا يا تدخل دياني المجلس في المجتوى يريد ان يساهم في التنمية دي المنطقة الا انها هي تريد ان تهمش الجميع من النواب يعني النواب مهمشين رؤساء لجال مهمشين العضاء مهمشين فكيف لها ان تسير هذا المجلس ان فيه طاقات وفيه كفاءات اذا هذا المشكلة عندنا في الرئيسة الرئيسة هي لدون المستوى المطلوب سيدي بليوت اذا يجب على من يعنيها العمر السلطات المعنية ان تتدخل الاحزاب لدير التحالف تدخل ان تشوف هذا الرئيسة اشنو المشكلة دينا انها ما قادراش ما شي حقناها حينت مرعاة ما شي حينت ما عنداش تجريبة حينت تتبغي تدير ذلك الشي اللي في راسها وهو خارج القانون وهنا نتلاحظ بان ونحن درنا مراسلات حول خرق القانون اليوم تتخرق القانون مع السيد العامل انه محتر مشتة السيد العامل فهذا يجب ان تدخل السيد العامل ويتدخل كله من له امر على اساس ارجاع الامور ان نصل لها ونبينه ان السيدة يا قادراء قادراء ما قادراء شاي كيف قال واحد تحت سوارس تقدم استقالة ديالها وتمشي هذا لانه ما يمكنش سيدي بليوت تمشي بها الطريقة العشوائية سيدي بليوت مشينا معها الرئيسة سانة قلنا بانها متدئة بانها غنعونها بانها غنش معها ولكن تبين بعد سانة بانها تريد ان تفريد واحد نمط للا اساس له من الصحة ديال تسير تسير عشوائي تسير ديال تهميش ديال الاعضاء ولا يمكن ان نقبل هذا هذا هو المشكل اللي عندنا معهم المشكل في الرئيسة ما شي في الاعضاء لا كيف تسولت العلاذة تنمية حتى القلب تنمية عندنا افكار تركين الاخوان عندنا افكار بالنسبة لسيدي بليوت باطار التنمية ديال ولكن هي ما كتحطتش نوقات ولا حطتها النوقات النوقات في ثلاثة مختارحين من سيد الحامل انه يعني بحل لك تفاصل المجلس ما بقاش عنده رأي ما بقاش وبالعكس المجلس يمكن ينضروا عشرات النوقات لتدخل في التنمية ديال المقاطعة السيدي بليوت ولكن حي دنهاد الاختصاص انه لا يمكن ان تدخل يالله تدخل هي يالله تشوف صفقات يالله تشوف تعسوف على الموظفين هذا والتي يهمها صافي كل شخص يطيعها هذا ما يمكنش ما يمكنش مش بها الطريقة لا يأخوزوا لنا كم في غير وانا معنش تواعيش 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 معنش غير نقاط يعني بديو جلسة غير نقاط معنش مشكلة لسا تونه في الجدول الأعمال فعنش مشكلة تدخل ولكن تغيير نقاط بنقاط وخبط بكلمات وخبط فالقانون تقومنا بتأجيل هذه الدورة على اعتبر انه عدم احترامها للشكلية القانونية لانه احترام للشكلية القانونية كم يعلموا الجميع ان المادة 38 تعطي الحق للمكتب بإعداد جدول الأعمال في جدول أعمال دورتنا يتم إعداده من طرف أقلية من أعضاء المكتب وغياب وإدماج كبير لرؤساء الليجن ونوابهم وكذلك نائب كاتب نجوش واجه أشخاص لا علاقة لهم بالمكتب تم تأجيلها كذلك لان السيد العامل الرسلنا في إطار المادة بسعدد 30 وأرسلنا ثلاث نقاط لتضاف في جدول أعمال في جدول أعمال الدورة السيد الرئيس أزالت نقطة وأضافت نقطتين معيبتين من الناحية الشكلية ليس هم النقط الذي أرسلهم السيد العامل بناء على هذه الخروقات القانونية هذه الدورة تعتبر باطلة من ناحية القانونية تم تأجيلها إلى حين حضور السيد الرئيس التي تملك زمام الأمور والتي يجب أن تدافع عن وجهة نظرها كيف أزالت نقطة أرسلها السيد العامل كيف حرفت نقطة أضافها السيد العامل لهذا تم تأجيلها إلى يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا لن أعلم يجب سؤالها لن أعلم أن الرغياب يلا ربما يقال أنها متواجدة خارج الأرض الوطن بشكل قانوني نحن نسعى إلى تطبيق القانون فقط المجلس يعاني من مشكلة تطبيق القانون هذا هو المشكلة لأنها في المخاطعة سيد العامل تطبيق القانون شكرا